ومن أخبارنا الرياضية حقق لاعب منتخب مصر لكاراتي عمر على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 كيلو بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 كما حقق أحمد أيمان لطفي لاعب منتخب كاراتي الميدالية الثانية لمصر في وزن تحت 76 كيلو وذلك عقب انسحاب المنافس في المباراة ويأتي ذلك فيما تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب كاراتي إلى نهاء منافسات وزن 55 كيلو لتضمن ميدالية جديدة لمصر كذلك فاز منتخب مصر للتنس الطولة سيدات على الجزائر بنتيجة 3-0 في أولى مباريات الفرق لتنس الطولة سيدات لتتصدر مجموعتها كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3-0 في دور المجموعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر